المزيد حول تمديد مفوضية الانتخابات في أربيل فترة تسجيل الكيانات والتحالفات للمشاركة في الانتخابات القادمة ينم إلينا من أربيل مصطفى السلمان ليحدثنا أكثر عن هذه الأمور يا مصطفى تفضل لك الكلمة نعم سمير كما تعلم أن مفوضية الانتخابات في العراق قد مددت إجراء الانتخابات التي كانت المفترض أن تجرى في مطلع حزيران المقبل من العام الجاري إلى العاشر من تشرين في العام الجاري أيضا يبدو أن هذا التمديد شمل أيضا تمديد تسجيل الكيانات والأحزاب تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بدخول المعترك الانتخابي في العراق بالإضافة إلى تمديد فترة تسجيل وتحديث بيانات الناخبين مفوضية الانتخابات تأزو هذا التمديد إلى ضعف الإقبال على تحديث سجلات وبيانات الناخبين في عموم العراق وفي إقليم كردستان على وجه الخصوص نحو 57% من مجمل عدد الناخبين الذين يحق له بالتصويت في الانتخابات المقبلة حدثوا البيانات وهو رقم بالنسبة لمفوضية الانتخابات قليل نوعا ما هناك أكثر من 40 أو 45% لم يحدثوا بياناتهم حتى الآن مفوضية الانتخابات في مكتب أربيل تقول أن سبب عدم تحديث البيانات حتى الآن هو ضعف الإمكانات الموجودة لدى مكتب أربيل ودعت في الوقت ذاته إلى مفوضية الانتخابات العامة إلى دعم مكتب أربيل ودعم وتعزيز مكاتب أربيل بعدد من الموظفين ليتسنى لهم تحديث أكبر عدد من الناخبين عدد بيانات الناخبين وأيضا تسجيل الأحزاب الراغبة بدخول المعترك السياسي الانتخابي المقبل في العراق كما تعلم سمير أو كما ربما لا يعلم الجمهور أن أربيل قسمت إلى أربع دوار انتخابية أهم ما يجري هنا هو حصر وتسجيل بيانات النازحين في قليم كردستان النازحين بلغ عددهم في قليم كردستان أكثر من 248 ألف نازح مقسمين على ست مخيمات في أربيل تحديدا أتحدث عن أربيل سمير أكثر من 248 ألف نازح مقسمين على ست مخيمات هذه الأقام مهمة بالنسبة للناخبين نعم مصطفى أنت ذكرت أرقام إذا تسمح لي يا مصطفى أنت ذكرت أرقام وقبل قليل في الخبر السابق يعني مدير مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل سيد عبد الرزاق مشير أكد أن 1506 أشخاص هم فقط من قاموا بتحديث وتسجيل بياناتهم وحصولهم على البطاقة البايومترية مصطفى كيف ترى هذا العدد قياسا بالأعداد والأرقام التي لديك؟ سمير يعني بس للتوضيح فقط نعم الأرقام التي ذكرها السيد عبد الرزاق مدير مكتب أربيل تتعلق بالأشخاص الذين حصلوا بشكل رسمي على البطاقة البايومترية وهي لا تتعلق بالأرقام التي حدثت بياناتهم مؤخرا ولم تحصل على البطاقة البايومترية تحديث البيانات لا يعني أن يحصل الناخب بشكل مباشر على البطاقة البايومترية بل يتأخر ذلك لفترة معينة الحين تدقيق الأسماء وإرسالها إلى المكتب العام في بغداد ثم بعد ذلك يتم إصدار بطاقة بايومترية وكخطوة اتخذتها حكومة بغداد لدعم أو لتشجيع الناخبين على تحديث بياناتهم هو اعتماد البطاقة البايومترية كوثيقة رسمية تعتمد في المعاملات وكل المجالات في الدوائر الرسمية في العراق وأيضا في إقليم كردستان لكن الأرقام التي ذكرها السيد عبد الرزاق كما ذكرت سمير تتعلق بالذين حصلوا على البطاقة البايومترية أما على صعيد الأرقام بشكل رسمي مفوضية الانتخابات في مكتب أربيل قالت اليوم خلال المؤتمر أن اللجان الخاصة وهي 37 لجنة أو 37 فريق قاموا بتحديث بيانات النازحين في إقليم كردستان وكما ذكرت قبل قليل البالغ عددهم أكثر من 248 ألف نازح 80% من عدد النازحين تم تحديث بياناتهم بشكل رسمي والمتبقي العشرين المتبقين من عدد النازحين بشكل كامل في أربيل يعني منتشرين في عموم محافظة أربيل أي أنهم لا يتواجدون في مخيمات النازحين الستة الموجودة في أربيل سمير هناك كما ذكرت 57% من عدد النازح عدد السكان الذين يحق لهم التصويت في أربيل من الكرد أيضا بلغ مليون ومئتين ألف نازح أكثر من مليون ومئتين ألف ناخب يحق لهم التصويت ويضاف لهم 248 ألف من النازحين المقيمين في إقليم كردستان نعم مصطفى دعني نذهب إلى موضوع آخر وهو كورونا وحول موضوع المدارس وعودة الطلبة إلى مدارس والدوام الرسمي ما هي ما تتوفر لديك معلومات حول هذا الأمر هل هناك عودة إلى الدوام؟ سمير يعني لا شك أن عدد الإصابات بفيروس كورونا مستقر نوعا ما هناك اجتماعات مستمرة لوزارة الصحة في إقليم كردستان هناك تحضيرات من قبل وزارة الصحة في إقليم كردستان إن كانت هناك موجة جديدة قد تعصف في إقليم كردستان موجة من فيروس كورونا هناك تنسيق على مستوى عالي مع منظمة الصحة العالمية ومع أيضا السفارات الراغبة بدعم محافظات إقليم كردستان بالمواد الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لا شك أن اللجنة الخاصة بمتابعة موضوع فيروس كورونا في وزارة الصحة وخلية الأزمة ستجتمع خلال الأسبوع المقبل وستقدم التقرير النهائي والذي من خلاله سيبت وسيقر إذا ما ستعود مدارس إقليم كردستان إلى الدوام بشكل طبيعي أم سيستمر الوضع كما هو عليه الآن التنبؤ والتكهن بما ستقرره وزارة الصحة ووزارة التربية ربما سابق لأوانه الآن لكن التقرير الذي سيعرض الاسبوع المقبل هو من سيحدد ما إذا ستعود المدارس إلى ما كانت عليه نعم من أربيل مصطفى سلمان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة